استجاب رئيس عبد الفتاح السيسي لطلب الطالبة فاطمة زهراء منصور من دوي القدرات الخاصة ودعها غدا لحضور المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة ونشرت الصفحة الرسمية لحياة كريمة منشورا خاصا بالطالبة فاطمة التي رسمت صورة الرئيس السيسي احتفالا بمرور ثلاث سنوات على تجشين حياة كريمة معبرة عن شكرها للسيد الرئيس لاهتمامه بذوي الهمم واهتمامه بتطوير قرى الريف المصري كانت فاطمة قد شاركت في الحوار الطلابي الذي دار في ندوة حياة كريمة والتي عقدتها مع شباب الجامعات لنشر ثقافة العمل التطوعي واشراكهم في المبادرة الرئاسية